ومازلنا مع الصحافة العالمية وتحديدا ملف الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمعنى ان الجمهوريون بيراهنوا الآن على فوز فرانسوى فيان وتوحدوا في صفوفهم لدعمه التفاصيل انقادة الحزب الجمهوريين اليمينيين قرروا بالاجماع دعمهم في ختام اجتماع اسموه انه ختام اجتماع عفوا ازمة عقد في باريس مساء امس وقالوا ان هم عازمين على القضاء على توجيه اي اتهامات لفيان بسبب شبهات حول منح وظائف وهمية وانهم جميعا بيلتفوا وراء فيان فيان كان تراجع في استطلاعات الرأي ولكنه تمكن وفقا لهذا التقريب من اقناع المعسكر الجمهوريين في فرنسا بان يقفوا جميعا صفا واحد وراه وبانه هو الخطة او المرشح الوحيد الشرعي وليس هناك اي خطة بديلة